التحالف ينحو إلى التهديئة والانتقالي يصعد ميدانياً في مدينة عدن ففي أحدث تصريح بشأن التطورات الأخيرة في عدن قلل المتحدث باسم التحالف العقيد الروكن توركي المالكي من أهمية الأنباء التي تتحدث عن خلافات بين التحالف والمجلس الانتقالي مؤكداً اللاصحة لوجود أي شرخ بين المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن وبين قوات التحالف وذهب المالكي إلى أبعد من ذلك حيث اعتبر أن اتفاق الرياض دخل الآن المرحلة الثانية لتنفيذه وأن قوات التحالف تعمل على تذليل كافة الصعاب أمامه وتسعى إلى إعادة حركة المشاريع والاستثمارات من أجل إعمار عدن وتأهيل المطار وتطوير الميناء فيها على حد قوله لكن التهديئة من جانب التحالف تقابل بتصعيد من جانب المجلس الانتقالي الذي صعد على المستويين السياسي والميداني أحد مظاهر التصعيد تمثل في عقد اجتماع وصف بالطارق لما تسمى هيئات المجلس الانتقالي صدر عنه بيان رفض فيه الاجتماع رفضاً مطلقاً إحلال قوات محل القوات الجنوبية المنضوية تحت إدارة أمن عدن في المطار وبحسب البيان فقد أبدى المجتمعون امتعاضهم واستياءهم الشديدين بشأن منع قيادات الوفد المفاوض للمجلس الانتقالي من العودة إلى عدن مطالبين قيادة التحالف العربي بتبرير تلك التصرفات التي وصفوها بغير المنطقية على المستوى الميداني تواردت الأنباء المشفوعة بالصور الدعائية بشأن تحرك وحدات عسكرية من كل من الضالع وردفان صوب مدينة عدن وبعضها يخص اللواء الخامس دعم إسناد المرابط في محور كرش الذي دفع بتعزيزات كبيرة تكونت من وحدات الإسناد والدعم في هذا اللواء وسط تأكيدات من قائده العميد مختار النوبي حول جهوزية القوات الجنوبية لمواجهة ما أسماها المخططات والمؤامرات التصعيد بلغ ذروته بمنع اجتماعا رسميا كان مقررا عقده في قصر معاشيق برئاسة نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي كان اللافت فيه أن السلطة الشرعية تصمتت عن إبداء أي رد فعل حيال هذا السلوك ويبدو أن هذه السلطة تتعرض لضغوط من الجانب السعودي لمنع التصعيد في ملف يبدو أنها تديره بحذر شديد في ظل النفوذ العسكري الذي يتمتع به المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات ولتفادي التصادم مع الإمارات التي أطلقت العنان لمعلقها لدعم أحدث التمردات التي يقوم بها الانتقال في عدن ولكن ضد التحالف هذه المرة